الخامس من أكتوبر يوم استثنائي في حياة المعلمين على مستوى العالم لكنه بالنسبة لعشرات آلاف المعلمين اليمنيين المنخرطين في مدارس تقعوا تحت سيطرة الميليشيا الإنقلابية يوم حزين آخر يذكرهم بمأساتهم المستمرة منذ عشرة أشهر فخلال هذه الفترة المنقضية لم يستلم المعلمون مرتباتهم في وقت يتعرضون فيه لأسوأ معاملة من قبل سلطة الميليشيا التي تحول دون قيام المعلمين بحقهم في الاحتجاج على وضع لم يعيشوا مثله من قبل نقابة المعلمين التي يهيمن عليها المؤتمر الشعبي العام أعلنت إضرابا عاما أجبر الوزارة التي يشغلها شقيق زعيم الميليشيا الحوتية إلى تأجيل موعد بدء الدراسة مرتين آخرها حدد بالعاشر من شهر أكتوبر دون أن تتوفر دلائل على إمكانية حسب موضوع المرتبات بحلول هذا الموعد تجمع معلمون وقيادات تربوية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء لإيصال رسالتهم إلى المجتمع الدولي لكن الميليشيا قابلت هذا التحرك بإجراءات مضادة حالت دون لقاء كان مقررا بين ممثلين عن المعلمين مع مسؤولين أمميين للوقوف على مطالبهم أزمة المرتبات خلقت وضعا تربويا وتعليميا استثنائيا في العاصمة المحتلة منذ ثلاثة أعوام فقد أجبرت الوزارة الانقلابية المدارس الخاصة على بدء الدوام الدراسي في وقت بقي فيه معظم المدارس الحكومية مغلقا مكرسة حالة جديدة عنوانها المزيد من التدهور في قطاع التعليم العام السفير البريطاني الأكثر انخراطا في الأزمة والحرب في اليمن سايمون شاريكليف علق في تغريدة له عن إضراب المعلمين في الصنعاء في سياق ما اعتبره تسليطا للضوء على كيفية تدهور الوضع من سيء إلى أسوأ في اليمن معتبرا أن مضي عام كامل بدون دفع الرواتب هو أمر غير معقول وقد سبب معاناة حقيقية في اليمن الوضع التعليمي في اليمن يزداد تدهورا ولم يعد يقتصر خطره على تفخيخ المحتوى التعليمي فقط بل تعده إلى تقويض بنيان التعليم عبر كسر إرادة العنصر الأكثر أهمية في النظام التعليمي برمته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة